مارس الكولر المدير الفن للنادي الأهلي طلب مزيد من الوقت قبل منح قرار نهائي بعودة محمد شريف مهاجم الفريق اللي بيلعب حاليا لنادي الخليج السعودي لما التخطيط قالت ليه مارس الكولر لو حابب نرجع محمد شريف من جديد ومارس الكولر بيبحث مع النادي الأهلي عن مهاجم محلي في الانتقاط الصيفية القادمة ولكن كولر أكد أنه محتاج شوية وقت مع الجهاز المعاون يتكلمه في الأمر أكتر ويشوف المعطيات الحالية فيه الفريق وبعد كده ياخده قرار حاسم بشأن محمد شريف سواء بعودته أو بعدم عودته ليه النادي الأهلي أحمد الكندوسي اللعب الجزائري لعب النادي الأهلي المعارض لسراميكا كيليو باطرا الكندوسي عنده بعض العروض الشفاهية لسه ما وصلتش للنادي الأهلي عروض رسمية بس عنده عروض خارجية سواء في الخليج أو في تركيا وكندوسي طلب من النادي الأهلي أنه هم يحسنوا موقفهم معاه أنتوا عايزين نرجع ولا أبدأ أشوف العروض دي؟ تبعوني كندوسي تحديدا أكتر عرض جدي بالنسبة له في الخليج هو من القادسية الكويتي لو النادي الأهلي حسن موقفه برحيل كندوسي كبيع نهائي لأحد الفرق فممكن ده يحصل في نهاية الشهر الجاري عشان كده الراجل عايز ينجز ومرة أخرى كل شو أكلمكم في الموضوع ده إحنا عميين نتكلم في صفقات ليه من دلوقتي لا أستقول لك للسه الموسم بدر يا كريم ده بالنسبة لنا أحنا لكن العالم كله شغال بيع وشيرة دلوقتي فأي حاجة خارجية اللعبة اللي عندها هتتبع دلوقتي أي حاجة خارجية هنشتري دلوقتي دلوقتي في الوقتي ده في شهر 6 مش بعد كده لكن الناس اللي معنا في الدولة المصري نبيع ونشتري بقى برحيلتنا بعد 15 أغسطس إن شاء الله يعني لو الدولة انتهى في الوقتي ده محمد الشيناوي محمد الشيناوي كنت لسي بتكلم عنه من شوية هيرجع يحرص مرمى النادي الأهلي يوم 14 اللي جاي قدام فارقه بعد مباراة مصر على طول مع غينيا بيساوي محمد الشيناوي مرس الكرة كان متفق معاه قبل مباراة الناهجة الأفريقية إنه مصطفى شبير يلعب الناهجة الأفريقية عادي جدا بس لما هنرجع الدولة انت هترجع في التشكيلة الأساسية بشكل طبيعي ومصطفى شبير هيعود مرة أخرى لمقاعد البودلاء لها جزء كبير من العدل تاني أنا القصة دي باتكلم فيها كتير بس هقررها لها جزء كبير من العدل نشيناوي يرجع اساسي في حرص المرمى النادي الأهلي ده عدل لو مصطفى شبير كان كمل عدل نشيناوي لو كان قاعد كان ظلم مصطفى شبير لو قاعد هيبقى ظلم انت مش هتعرف لو انت الموديل الفني للنادي الأهلي مش هتعرف تعدل فيها عندي اتنين حراس مرمى دلوقتي متقلقين جدا واحد كان حرص مرمى النادي الأهلي الأول خرج من الملعب مصاب مش لأسباب فنية فرجع من الإصابة طبيعية ياخد مكانه طيب أنا مصطفى شبير كنت قاعد على الدكة مستني الفرصة فجات لي فلعبت فتقلقت فطبيعية هبقى عايزة كمل بص حرص المرمى دي دايما عمرك ما هيبقى فيها عدل صعب لاتنين كويسين اذا ما عندك اتنين كويسين هتعدل بينهم ازاي في واحدة يلعب واحدة يلعى على الدكة ببساطة يعني بحسب مصدر في النادي الأهلي مارسي كولر كان بيفكر يعمل معسكر في اسكندرية لمباراتي فاركو للتحاد السكندري يومي 14 و 18 يونيو ده مارسي كولر عايزة يعمل كده قالك أنا إلي خيني يروح رايح جاي من اسكندرية كاهرة اسكندرية كاهرة بس لعيب النادي الأهلي قالوا له بعد ماتش فاركو عايزين نرجع على الكهار كل سلام طيب العيد وعايزين نحتفل مع أسرنا ونرجع قبل مبارات للتحاب بـ 48 ساعة لسه ما تحسنش الأمر في هذا المعسكر بس ده كان رغبة لعيب النادي الأهلي وده رغبة مارسي كولر مارسي كولر عايز معسكر لعيبة النادي الأهلي عايزة تقضي العيد ما بين مباراتي فاركو والاتحاد مع أسره موسيقى موسيقى